أهلا بكم مشاهدين في حديث الصحافة جولة في عبرز ما تدولته السلطة الرابعة من صحف وطنية ودولية والمستهل بصحافة الجزائرية البداية دائما مع جريدة الجزائر الجديدة والتي عنوانت مجلة الجيش تنوه بالإنجازات المحققة في ظرف سنتين نوهت مجلة الجيش في عددها لشهر مارس الجاري بالإنجازات التي حققتها الجزائر في ظرف سنتين فقط محذرة من دوائر ضاغنة عادت مجددا لإحياء مخططات أكل عليها الزمن بهدف التشويش على الاستراتيجية الشاملة للنهوض بالبلاد وأكدت المجلة في افتتاحياتها أنه بالفعل وفي ظرف سنتين أنجزت الكثير من المشاريع وعلى رأسها البناء المؤسستي للدولة الذي سيمكن من خلق الظروف المناسبة والوافية لإرساء قائدة اقتصادية ناجعة تعود على المواطن بالمنفعة وعلى البلد بالازدهر شهدت الدورة السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي بالعاصمة الروادية كجالي نشوب مناوشات بين الجزائر والمغرب حول من سيترأس اللجنة التي شكلت لمتابعة تسديد الدول المنخرطة في الاتحاد الإفريقي لاشتراكتها هو مقال نخر لجريدة الجزائر الجديدة تحت عنوان مناوشات بين وفدي البلدين حول رئاسة لجنة خاصة وحسب ما دار في كواليس الاجتماع الذي نعقد أمس الأول فقط رشحت كل من الجزائر والمغرب للانخراط في اللجنة وحدثت المناوشات بسبب إصرار وفد المغرب على رئاسة اللجنة وفي محاولة للتخفيف من حدة توتر قرر مترئيس الاجتماع قبل قبول انخراطهما في اللجنة التي أنسدت لها مهام مراجعة حسابات العامين الماليين 2021-2022 ننتقل وإيكم مشاهدين لجريدة الحياة العربية التي عنوانت الرئيس بون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم يترأس رئيس الجمهورية القائد الأهل للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيتبون اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عرضا مشتركا بين قطاعي الفلاحة وتجارة حول وفرة المواد الاستراتيجية وتوقعات انتاج المواد الفلاحية الأساسية إلى جانب دراسة مشاريع قوانين تتعلق بترقية الاستثمار الإجراءات المدنية والجزائية صيد البحري وتربية المائية أمر رئيس الجمهورية عبد المجيتبون الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بالتكفل بمناصرية المتخب الوطني الذين سينتقلون إلى الكاميرون لمساندة المحاربين في لقاء الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر مقال لجريدة البلاد حمل عنوان انطلاق بيع تذاكر رحلات العنصار إلى الكاميرون اليوم بأسعار مدعمة وحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية فسيتم شروع اليوم الأحد في عملية بيع تذاكر رحلات مخصصة لنقل المناصرين إلى الكاميرون بأسعار مدعمة مع توفير كل الإمكانيات لإنجاح هذه العملية للإشارة فإن مواجهة الذهاب ستلعب يوم الخامس والعشرين مارس الجاري بملعب جابوما بمدينة دولة الكاميرونية نختم وإياكم جولتنا الوطنية بجريدة الخبر التي كتبت تصدير الكهرباء نحو إيطاليا وإسبانيا سونالغاز تنفي أكدت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونالغاز في بيان لها أن الأخبار التي تدولتها بعض الوساطة الإلكترونية والإعلامية حول ما سمته مشروع تصدير الكهرباء نحو إيطاليا وإسبانيا أخبار لا أساس لها من الصحة وجاء في البيان تبغى لما تدولته بعض الوساطة الإلكترونية والإعلامية حول مشروع تصدير الكهرباء نحو إيطاليا وإسبانيا فإن سونالغاز تؤكد أن هذه الأخبار تتضمن جملة من المغالطات لا بد من تصحيحها موضحة في هذا الصدد أن سونالغاز لم تصدر أي بيان ولا أي تصريح خاص بهذا الموضوع إنما اقتصر الأمر على منشور على صفحة الفيسبوك الرسمية للمجمع والخاص باجتماع دوري داخلي ولان جولة في أبرز متى دولته الصحف المغاربية عين ليبيا عنوانت الحكومة الليبية في تقديم مقترح أمريكي لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية إذن نفى المكتب الإعلامي للحكومة الليبية ما تناولته بعض وسائل الأعلام بخصوص المقترح المقدم من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارلد لورلاند لرئيس الحكومة أو رئيس نعم رئيس الحكومة فتحي بشاغة والذي يتضمن استمرار حكومة الوحدة الوطنية مع تعديلات طفيفة عليها وأكد المكتب الإعلامي على أن الحكومة الليبية اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الأملية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقا للقانون بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس هوبه إلى موقع صمود نات نقرأ مسؤول أوروبي يؤكد الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة المزهومة للمغرب على الصحراء الغربية أكد مفوض أوروبي للبيئة إن موقف الاتحاد الأوروبي بشان قضية الصحراء الغربية يسترشد بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأنه يعتبر أن إقليم الصحراء الغربية أراضي غير مستقلة سيحدد وضوها نهائي وشدد المسؤول الأوروبي على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين المغرب وجبهة البوليزاريو والذي من شأنه أن يوفر تقرير البصير لشعب الصحراء الغربية في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة والآن لا أهم مجاوز الصحف العالمية الشرق الأوسط عنوانة لندن تستضيف قمة لزعماء دول شمال أوروبا في مواجهة روسيا ينظم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع المقبل قمة مع زعماء من البلدان الإسكوندنافية ودول البلطيق المجاورة لروسيا على هامش واحدة من أكبر المناورات العسكرية لحلف الشمال الأطلسي منذ الحرب الباردة والتي ستجرى في النرويج اعتبارا من الاثنين من جهة أخرى يستقبل جونسون الثلاثة في لندن قادة قوات المشات المشتركة الجيف وهو تحالف من عشر دول يركز على الأمن في شمال أوروبا وقال جونسون في بيان إن الأمن الأوروبي اهتز بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا مؤكدا أنه سيتخذ جنبا إلى جنب مع شراكائهم إجراءات لضمان خروج أقوى وأكثر اتحادا من ذي قبل هجمات روسيا تقترب من حدود بولندا الغرب حائر في نوعية الأسلحة المقدمة للجيش الأوكراني هكذا عنوانت القدس العربي مقالها الذي كتبت فيها بدأت الحرب التي شنتها موسكو ضد كييف تمتده إلى الغرب الأوكراني وبأسلحة جديدة وهذا يعني الاقتراب من حدود منظمة شمال الحلف الأطلسي ويعجز الأخير حتى الآن عن اتخاذ قرار في تسلحة أوكرانيا بأسلحة متطورة ويقتصر على أسلحة سوفيتية قديمة وتبقى عملية نقل الأسلحة صعبة إن لم تكن مستحيلة بسبب الدور الكبير للقوات الروسية الخاصة في مراقبة الحدود وتشهد الحرب التي تجاوزت أسبوع الثاني وتقترب من الثالث تطورات تشير إلى مرحلة تصعيد خطيرة التمتد الحرب إلى الغرب الأوكراني الذي بقي بعيدا عن المواهجهات العسكرية باستثناء بعض العمليات المحدودة والآن إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ختم جولتنا في الصحف الوطنية والدولية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر